ننتقل إلى الأنباء الكويتية علمت الأنباء الكويتية من مصادر قضائية أن وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سليمي تقدم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود طلب فيه اتخاذ المقتضى القانوني بحق المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غاد عون التي ما زالت تمتنع عن تسلمها دعوة الرد المقدمة ضدها والتي تجبرها على وقف إجراء أي تحقيق يتعلق بحاكم مصرف لبنان باعتبار أنها تتخذ قرارات تعسفية وأوضح المصدر القضائي أن رئيس مجلس القضاء تسلم هذا الكتاب وهو بصدد اتخاذ موقف بذلك سيظهر في وقت قريب وننتقل إلى صحيفة اللواء كشفت مصادر سياسية أنه بعد بروز مواقف الكتل والأحزاب السياسية بتسمية الرئيس نجيب ميقاطي لترأس الحكومة الجديدة بتأييد من دول صديقة تفاعل هذا السلوك غير الدستوري الذي يتولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية نائب جبران باسيل بأقد لقاءات مع أكثر من شخصية سنية من الداخل والخارج لجس نبضها وإغرائها بقبول تولي رئاسة الحكومة تحت شروط معينة أهمها إسناد وزارة الطاقة لباسيل شخصيا أو في حال تعذر هذا الأمر تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا ولم تخفي المصادر أنه جراء فشل أسليب باسيل بابتزاز ميقاطي الذي يحظى بغطاء سياسي ومن طائفته يتجاوز أي مرشح آخر ما اضطر الفريق الرئاسي إلى معاودة التواصل مباشرة أو بالواسطة مع ميقاطي في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة كاشفة أن هذه الاتصالات ما تزال تراوح عند التشبث باسيل بأن يتولى هو شخصيا حقيبة الطاقة في حين تؤشر المعلومات بأن ميقاطي يربط ترأسه للحكومة الجديدة بإسناد حقيبة الطاقة لشخصية كفوءة مستقلة من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم وأكدت المصادر أن مشاورات التسمية والتشكيل ما تزال عارقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا وإزناد وزارة الطاقة شخصيا له نختم أيضا في الموضوع نفسه بعد ديار التي كتب فيها فادي عيد تزامن في استحقاقات ترسيم والاستشارات النيابية أي سيناريو مرجح ثم تم علومات عن اتصالات فرنسية فاعلة وناشطة تهدف إلى التوافق على بقاء الرئيس ميقاطي وعدم إقحام لبنان في أي تجاذبات والصراعات جديدة كما كان يحصل لدى التكليف أو التأليف وبالتالي فأن الظروف الراهنة لا تحتمل أي ترف سياسي أو اتساع رقعة الخلافات أمام المعاناة والانهيار الذي يمر به البلد من هذه الزاوية يتوقع بأن يكون هناك موقف فرنسي حيال الملف اللبناني أكان على صعيد الاستشارات أو الوضع الحكومي بشكل عام إلى الواقع الاقتصادي المأزوم اشتركوا في القناة